في أي لحظة قال يعقوب لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ترى ما قال يوم ضاع يوسف يوم ضاع الثاني ضل الثاني يقولون مثل عام يبغينا إبلهم فاخذوا غنمنا يقولون بغينا إبل القوم يعني إننا حاربنا لعدان يبغينا أخذوا الإبل جمال قال فسرقوا غنمنا أخذوا الغنم على الجمال هو يعقوب على السلام يدور ليوسف إعلان وقام يبكي عليه السلام وبيضة عيناه وعامي ويبكي ليل ونهار يبكي ليل ونهار قال أخوه أنا بروح أبحث عنه راح دبروا رجعوا قالوا أخذوا أخي الثاني مع الأول ما يعرفونه يوسف قال ترى الملكة خذ أخونا ماذا قال يوسف قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله لا تيأس أبدا لا تيأس من النجاح لا تيأس من الغنى لا تيأس إن الله يغفر لك لا تيأس إن الله يفرج همك لا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون أنا أنقل لكم أثرا إسرائيليا ورده العلماء والله لو كان عندنا خشي تبكي الحصى مثل هذا الأثر وإني أظن من قلبه حجر كاد يبكي يقول بقي يعقوب عليه السلام بعض المفسرين قال أربعين سنة أعمى شيخ كبير يبكي في الليل والنهار ثم سجد ليلة من الليالي وهو في السجود يبكي أعمى شيخ كبير فقد ولديه ومحزون ومهموم حتى يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم كان يبكي أبو بكر إذا قرابيه في صلاة الفجر فيبكي الناس وعمر إذا وصل بعده بعد ما تقول الخلافة يصلي بهم قال كل عمر يقراه فإذا وصل إلى قول يعرفون الناس إن عمر إذا وصل إلى هذا المقطع وقف وبكى وبكى الناس إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يقول في السجود اسمع ياقوب يقول يا ربي أما ترحم ضعفي أما ترحم شيبتي أما ترحم كبر سني أما ترحم ذلتي أما ترحم فقري قال فأوحى الله إليه في ليلة وهو نبي مكلم قال يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لا حيته لك ثم جته البسرة في اليوم الثاني قال لا تئس من روح الله لا أتيس ترى الفرجيات هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر أتيس أم ترى فرجا فأين الله والقدر إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى دعي المقادير تجري فيها عنتها وَلَا تَبِيْتَنَّ إِلَّا خَالِيَ الْبَالِيَ ما بين غنظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال العظيم الواحد هو الله المالك هو الله الصمد هو الله القهار القدير الغني الله وحده لا ينفذ أمر في الدنيا إلا نفذ في السماء يقول واحد شعبي شاعر لا تشتكي يا واحد بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزام اشتداد الحزام وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنت اهتنام أو خالقك ما ينامي سجن شاعر في العهد العباسي عهد المامون فقام يصلي ركعتين في السحر ثم قالوا عند الباب يلتفت وينوظر في السماء يدعو عسى فرج يكون عسى نعلل نفسنا بعسى فلا تجزع إذا حصلت هم من يقطع النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يأسى ففتح الباب فتح الحارس الباب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا والله يأتيك الفرج مثل اللمح لكن اصبر احتسب كفارة إعانة واصل انتظر لا تيأس من روح الله روح الله فرج الله نصر الله توفق الله قرب الله حفظ الله رحمة الله لا تيأس لا تعترف باليأس واصل واصل